اشتركوا في القناة هذه الرسالة من مدرس أوبارن إلى الآباء أو إلى الأولياء يعني أنها أثناء المقصود بأنها الآن تقوم بكذا إذن هي أثناء دورة العالم المقصود بأنها تتجول العالم كما نقول بأنها تقوم بجولة في العالم إذن ستلاتر دمانسينيون أوبارن اتون تحادو فرلوتور ديموند إذن سنبطلع على هذه الرسالة التي تقوم بجولة حول العالم طبعا كما نلاحظ بأن هذا المقال هو نشر قبل أشهر لكن الأهمياته نقوم بنشره إذن كما تقول هدى المدرس الأمريكي هل أ harmلا مدرس الأمريكي أ سنبطل على هذه الرسالة الانيار الانيار ومامو منستو comportان او AS هم لم يعلنوا ابناء اهم انهم لم يدرسوا ابناء اهم اليلنس اذن المقصود بالنفسة ومه نقل مته انسانيون او بيه انسانية ومه نقل مته مدرس او مدرسة اذا عندنه هنا اليلنس اذن انهم لانه يدرسون ابناء اهم اليمنير اليمنقصود بالكيفيات أو الطرق طرق مثلا التعامل أو كيفية التعامل نتكلم عن إذن يعني أنهم لا يدرسون أبناءهم الطرق والكيفية المقصود طرق التعامل وكيفية التعامل ثم المقصود يعني أن الآباء لا يدرسون أبناءهم الإحترام يعني أن الآباء لا يدرسون أستطيعون أن يقوموا بعملهم ثم يقومون بعمل الأباء les enseignants ne peuvent pas عدنا لفرق les enseignants ne peuvent pas faire leur travail et le travail des parents يعني أن الآباء لا يدرسون أستطيعون أن يقوموا يعني أن الآباء لا يدرسون أستطيعون أن يفعلوا عدنا لفرق يعني أن يستطيع أو أمكان المقصود بأنه لا يمكنهم ولا يستطيعون ne peuvent pas faire leur travail أن يفعلوا أو يقوموا بعملهم أن يقوموا أو يفعلوا عملهم المقصود هنا يفرح لتخافي دي باران يعني وأن يقوموا بعمل الأب إذن المدرسين لا يستطيعون أن يقوموا إلا بعملهم ولا يستطيعون أن يضيفوا إلى عملهم عملا الأب بين الأب ومدرسين يوجد بعض الأب ومدرسين هناك أحيانا توترات هناك أحيانا توترات طبعا ديستورسين مقصود بها تشنج أو توتر أو إعوجاج نقول مثلا إذا نتكلم عن إعوجاج الفم أو تشنج على مستوى الفم إذا نتكلم عن ديستورسين أو بها إيستورسين مثلا ديستورسين نتحدث عن إعوجاج على مستوى الفم طبعا هنا عندنا توتر أو تشنج أو إعوجاج من نوع آخر بين الأب والمدرسين إليا پارفو ديستورسين هناك أحيانا توترات concernو الإدوكاسيون فيما يخص التعليم فيما يخص التعليم ست أنسينيونت أمريكان ست أنسينيونت أمريكان هذه كان الأمر الأسماع لدينا آخر الأشخاص ست personeت أن نتكلم ونوني إن بحلها ست أن امع من محتوى إسباب ح molecular ست أنقا ونفيد سمعned ح stepping تقول أوني dime الأب انتكلم عنها zwei يويد المدارة وقضايا التعليم لكي يفهموا رهانات وقضايا التعليم إذن نتكلم عن الانجه الانجه كما لنا قول رهانات أو كما عندنا هنا الانجه دو رهانات كما لنا نتكلم عن قضايا أو رهانات التعليم Elle a insisté sur le rôle des parents et sur leurs obligations Cette enseignante américaine a souhaité envoyer une lettre aux parents pour qu'ils comprennent les enjeux de la scolarité Elle a insisté sur le rôle des parents et sur leurs obligations partagez-vous son avis Elle a insisté sur le rôle des parents على دور الأباء et sur leurs obligations وعلى واجباتهم الانجه دور الأباء et sur leurs obligations وعلى واجباتهم المقصود على أن يقوم الأباء بواجباتهم نتكلم عن الوضع obligé obligé يعني أنك تجبر j'ai obligé شيء يعني أنا أجبرت شخصا على أن يقوم بفعل إذا نتكلم هنا عن obligation هنا طبعا نتكلم عن obligation كما نقول ما يجب على الشخص ما يجب على الشخص ثم ما يجب على الشخص ما يجب على الشخص هل تشاطرونها الرأي ما يجب على الشخص هل تشاطرونها الرأي المقصود هل توافقونها فيما تقول عندنا هنا اليوم رغم الجامعات المقصود أنها مشهورة الأمريكيين يعني أن الطالب الأمريكيين لديهم يعني أنهم كثيرا أو بعيدا وراء بلدان أخرى المقصود بأن دول أخرى تسبق أمريكا تسبق الولايات المتحدة في تدريس طلبها سلوان حسب منظمة التعاوى الاقتصادية والتنمية الأمريكيين هل تصل على 26 أمريكيين السوء 42 المقصود أنها تصل إلى ال مرتبة السادسة والعشرون من بين هنا عندنا عائلات المقصود banda أنها تحتل من بين المركز تحتل مركز رقم ستة وعشرون إذا ان تصل إلى واتحسب على 26 أمبر السوء apologise يعني أنها تصل إلى المرتبة السادسة والعشرون من أصل من سبعين في سنجابور إنها سنغافورة التي تأخذ الرأس المقصود بأنها في المقدمة في مقدمة جودة التعليم في سنجابور في مقصودة ديو كلاسما في سنجابور في سنجابور المقصود بي هو برنامج دولي مخصص لمتابعة تحصيل الطلاب إذن نتكلم عن برنامج دولي مخصص من أجل متابعة ورصد تحصيل الطلاب إذن نتكلم عن برنامج دولي مخصص من أجل متابعة ورصد تحصيل الطلاب يسمى بيزا أبعاً هاد البرنامج الدولي المخصص لمتابعة ورصد تحصيل الطلاب البرنامج تابع الهد لصدئه لهي منظمة تعاول الاقتصادي والتنمية ثم إذن نتكلم عن برنامج دولي وإكسبرمه صنوبي نيوه أسوسيجي إذن عدنا مدرسة على الرتخات يعني أنه في التقاعد يعني أنه مدرسة متقاعدة أكريسة لتر يعني أنه كتبت الرسالة أو جورنال لوكال للجاردة المحلية لصفيل لمدينتها وإكسبرمه اللي كي توعبير صنوبي نيوه أسوسيجي اللي كي توعبير عن رأيها في هذا الموضوع إذن نتكلم وبصراحة لكيسيون سوپوز لكيسيون ديستنسان ينهي إدوكيون بيبليك وبصراحة أنه المسألة تطرح على كل دول التي توفر تعليم عاما إذن نتكلم إذن نتكلم سوپوز لكيسيون لإدوكيون بيبليك وبصراحة أن الموضوع يهم كل دول التي توفر تعليم عاما لالتر إكريت بليزا روبرسون إذن الرسال المكتوب من طرف ليزا روبرسون أنت كونسينيون على رترة هنا إذن نكا شخص مدرس على رترة كما نقول في التقاعد المقصود أن هذا شخص متقاعد طبعا نتكلم عن المدرس هنا أنت كونسينيون على رترة جوني مار دي جون كي نكونس ريا دي زيكور بليك أنت كونسينيون على رترة إذن كمدرس في التقاعد المقصود أنني شخص متقاعد جوني مار دي جون كونسينيون الببليك أنا سائمتو أنا مللتو جوني مار طبعا هنا العبارة قال هكذا جوني مار يعني أنا سائمتو أنا مللتو دي جون من الناس كينو كونس ريا دي زيكور الببليك الذين لا يعرفون شيئا عن المدارس الأمومية أو كينو نصن جانا رنت دان زين صال دو كلاس أو الذين لم يدخلوا البت إلى قسم الدرس المقصود هنا أو الذين لم يكلفوا أنفسهم يوما بالدهاب إلى قسم الدرس لكي يتابعوا أبنائهم أو كينو نصن جانا رنت دان زين صال رسام و الذين لم يدخلوا إلى قسم الدرس أو فصل الدرس رسام يعني مؤخرى رسام يعني مؤخرى أو qui نصن جانا رنت دان زين دان دان نصن إدكا إدكا الذين يقررون كيفية إصلاح ندامنا التعليمي ندامنا التعليمي والذين يقررون كيفية إصلاح نظامنا التعليمي المقصود هنا بأن هذه الأشخاص ليس لهم أدنى معرفة بما يحصل في الفوصول الدراسية ومع ذلك هم بكيفية معينة بطرق معينة يفتون من أجل إصلاح النظام التعليمي تقول تقول أن الأشخاص ليس لهم المدرسون ليسوا المشكلة المدرسون ليسوا المشكلة ويسمون الأباء يم المشكلة ينسون ليس لهم الأشخاص المانيار لهم القفية وممتالما المرسبي وممتالما يدرسون لهم الاحترام أو أي من التعليمي ولا حتى كيف يتعاملون في المجتمع الأطفال يأتون إلى المدرسة الأطفال يأتون إلى المدرسة الأطفال يأتون إلى المدرسة بأحديات تساوي أو تسعر أكثر غلاءا كالتوني دلانسينيو من لباس المدرس قيمة أسعار أحدياتهم أغلى من قيمة سعر ملابس المدرس ولكن يأتون مع هذا بدون قلام وبدون ورق كاليفورني من الذي يمونون طبعا عندنا رضا فورني يعني أنك تمون بسلعة مثلا إذن هما كاليفورني من الذي سيمونها الأطفال الذين يأتون بأحديات أغلى من الملابس المدرس إذن هاد المدرسون الذين يلبسون ألبس أرخص من أحديات التلاميذ هم الذين سيقومون بتنوين هالتلاميذ بهذا الأوراق وبهذا الأقلام les enseignants les fournissent souvent de leur propre poche الأساتدهم الذين يمونونهم souvent في الغالب من جوابهم الخاصة غالبن الأساتدهم من يمونون هاد التلاميذ بالأوراق وبالأقلام وفي الحقيقة فالعقس هو الذي يجب أن يحسن وفي الحقيقة عندما ترغبت أحديات أغلى من المدرسون وفي الحقيقة وفي الحقيقة أحديات أغلى من المدرسون هل يستحققصık سيشأل결ات وتعرفmm وفي الحاجة وفي الحقيقة معاك وتعرفु وفي الحقيقة أحدية سيطانية الاباء والتراميد الاباء هل يأتون الاجتماع او ليا الامر هل يتحدثون هل يتحدثون هل يتحدثون بانتظام مع الاساتيدة سأسرتين que leurs enfants sont prépares هل يتأكدون سأسرتين هل يتأكدون هل يتأكدون سأسرتين que leurs enfants sont prépares lorsque vous regardez des écoles qui est chaud regardez les parents et les élèves les parents viennent-ils aux réunions parentales est-ce qu'ils parlent régulièrement avec les enseignants s'assurent-ils que leurs enfants sont prépares en ayant les fournitures nécessaires s'assurent-ils هل يتأكدون que leurs enfants بأن أطفالهم sont prépares بأنهم مهياءون مهياءون بماذا هل يتأكدون les fournitures nécessaires بأن تأكدون بأن أطفالهم بأنهم مهياءون بأنهم 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 هل يتأكدون يتأكدون بأنهم بأنهم أطفالهم بأنهم بأنهم يتأثرت مهياءون بأنهم بأنهم وأطفالهم لأنهم في حالة وقوع مشكيل هل التلاميذ يأخذون نقطة في القسم؟ هل يسجلون نقطة في القسم؟ هل يقومون بواجباتهم؟ هل التلاميذ يستمعون وينسيتون في القسم؟ هل يقومون بواجباتهم؟ 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 أو أنهم أصل des perturbations أو أنهم أصل الإضطرابات المقصود بأنها التلاميد بدل أنهم ينسيطون فهم أصل الإضطرابات en classe في الفصل أو sont-ils la source des perturbations en classe هل هم مصدر الإضطرابات في القسم أو sont-ils la source des perturbations en classe أم هل هم مصدر الإضطرابات في القسم عندما تكون حادرا ومنتبعا لهذه العواميل التي ذكرنا بعدها unaulators donc إذن سترون بأنهم ليسوا المدارس من الذين يرصبون ويفشلون مليبهم ولكنهم الآباء هم الذين يفشلون بمعنى آخر ويرصبون عدنا في عراءة في المستقبل المقصود بأنكم سترون المقصود بأنكم سترون سترون بأنهم سترون لكنهم سترون بأنهم ليسوا المدارس من الذين يفشلون ولكنهم الآباء هم الذين يفشلون المقصود بأنهم لا يفشلون بأنهم نفسها ويمكن جيدنا الاباء تنكو les parents ne feront pas leur travail rien nira mieux مادام ان الاباء لا يقومون باعمالهم rien nira mieux لا شيء سيصير احسن rien nira mieux لا شيء سيصير احسن المقصود بانه لا شيء سيتحسن لا شيء سيتحسن مادام الاباء لا يقومون باعمالهم طبعا حتى لا نطيل نستأنف مع هذه الرسالة في الفقرة القادمة دمتم في رعاية الله وإلى لقاء قادم بإذن الله